نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها قافلة طبية بقرية طحنوب بمركز شبين القناطر يأتي ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة واستمرارا لدور جامعة بنها في خدمة المجتمع المحلي وقال القائمة بأمال عميد كلية العلاج الطبيعي الدكتور وليد طلعت إن القافلة تضمنت تخصصات علاج طبيعي للأعصاب والعلاج الطبيعي للعظام والعلاج الطبيعي للأطفال وقد تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان من أهالي القرية